رغم أننا في الشتاء لكن الصبح الشمس في كتير من الأوقات بتبقى فيها رحة الصيف وفي كتير مننا بتضطر الظروف أنه يتحرك في الشارع تحت الشمس المدة طويلة وده بيعرض بشرته للتصبغ والتجعيد نتيجة أن البشرة بتفقد كتير من رطبتها لكن احنا معنا النهاردة الحل اللي هتقول لنا عليه دكتورة دينة أبو السعود مع بينكي كريم كريم التفتيح والترتيب والتغذية للبشرة زي النجوم قولنا بقى إزاي كنت يا منالي يا أمر أخبارك إيه الحمد لله إيه الأضرار اللي بتسببها الشمس في الصيف أو في الشتاء بالمناسبة يمكن فعلا الناس كتير مش عارفة أن أضرار الشمس هي في الصيف هي هي في الشتاء يعني يقول لك لأ ده احنا نحط أسامبلك الصيف عشان الأشعة الفوق البنفسجية وممكن يحصل سكين بيرنز وبقع وكده لا هي الأشعة الفوق البنفسجية كمان موجودة في الشتاء فلازم أستخدم كريم بينكي إن أنا أعمل حماية من أشعة الشمس الضارة وإن أنا أفتح بشرتي وعالجت الصبغات اللي نلجع عن الشمس أنا جاء نهاردة معيك أتكلم على منتج هيعمل طفرة كبيرة جدا كريم بينكي أنا بقول عليه مختلف عن أي كريم موجود في الماركت لأن كريم بينكي كل مكوناته طبعية 100% وإحنا بنلجأ للحاجات الطبعية دلوقتي اللي بيميز كريم بينكي إن المكونات اللي أتكلم عليها كلها طبعية إنه مفوش مواد حفظة وإنه مفوش عطور الريحة الحلوة اللي مطلحها كريم بينكي من زبنة الشية وزبنة كاكاو طيب إيه إزاي بيقدر يرتب البشرة مهمة قوي أن البشرة الجافة تحافظ على ترتيبها مهمة قوي أن مش بس البشرة الجافة البشرة الحساسة كمان لازم تحافظ على ترتيبها إزاي بكريم بينكي نقدر نرتب البشرة لأنه عندي عناصر مهمة قوي منها مستخلص التوت البري ترتيب عالي جداً توت البري كله فيتامينز وكله منرلز عندك تاني حاجة مستخلص عريق السوس ده السورس أو برايتنس عندك داخل كريم بينكي مستخلص الشاي الأخضر ومستخلص الشاي الأخضر من أهم مكونات بينكي لأن مستخلص الشاي الأخضر بيقدر يقضي تماماً على يقضي تماماً على الدهون الزيادة اللي بتبقى موجودة لدى البشرة الدهنية عندك كمان مادة مهمة قوي اللي هي مادة الساليسين مادة الساليسين دي المادة المقشرة بلطف يعني بتقدر تقشر البشرة من غير أي سايد إفاكتس ودي حاجة مهمة قوي إن أنا أقدر أقشر بشرتي من غير ما أعمل لها أي سايد إفاكتس مادة الساليسين بتقدر تزيل الخلايا الميتة وتقدر تنظف البشرة من البكتيريا ومن السموم ومن الشوائب عندي يبقى أنا قلت عندي مستخلص التوت البري ما احنا عايزين نعرف بينكي بيعمل إيه لمواجهة مشاكل التسبغات التجعيد إن الوش بيبقى لون ولون أحياناً البقع كريم بينكي بيقدر طبعاً كريم بينكي بيقدر يعالج التجعيد ويعالج التسبغات وبيقدر يوحد لون البشرة وبيقدر يعالج أي مشكلة من علامات التقادم في السن إزاي الحقيقة بمكوناته يعني أنا بقول إن مكونات بينكي منها الشاي الأخضر بيقدر يفتح البشرة منها مستخلص العير السوس عندك مستخلص توت البري عندك السالسين كل الحاجات دي يقدر تفتح البشرة طب ده عظيم كنت في قلتي المرة يفتح الأطفال الممكن بينكي يحميه من التهبات آه طبعاً أولاً بينكي مرخص مزارة الصحة المصرية ودي حاجة مهمة قوي إن أنا أستخدم حاجة للبيبي فيها ترخيص وقريدي هو كله زنك وأنتي إنفلاماتري فأنا بقول إن هو آمن جداً لأي يا بيبي آمن جداً للبيبي شكراً دكتورة دينة أبو السعود وبكده تكون خلصت فقرتنا النهاردة مع بينكي كريم استنونا بعد الفاصل وفقرات تانية مع حلو الكلام